اطلع وزير الداخلية الواروكري إبراهيم حيدان على سير العمل في إدارة شرطة عدن وتنفيذ الخطة الأمنية خلال عيد الفطر المبارك للأجهزة الأمنية في المحافظة وتبادل وزير الداخلية مع إدارة شرطة عدن التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر المبارك مشيدا بالانضباط واليقظة الأمنية والجاهزية لضباط وصف ضباط وجنود منتسبي إدارة الشرطة وأكد وزير الداخلية على أهمية حماية المواطنين والتجاوب مع بلاغاتهم لمنع الخارجين عن القانون الذين يستغلون أوقات الأعياد لارتكاب جرائمهم ووضع حد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن محافظة عدن من جهته ثمن مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي زيارة وزير الداخلية ودورها في رفع معنويات منتسب إدارة الشرطة موسيقى